السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم أعزاء الطلاب والطالبات في خدمة دروس لدروس المرحلة المتوسطة الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات موضوع درسنا اليوم بعنوان مساحة المثلث وشبه المنحرف الجزء الأول سنتعلم اليوم بمشيئة الله إيجاد مساحة المثلث ما هو قانون إيجاد مساحة المثلث وكيف يستخدم القانون لحساب مساحة المثلث هذا ما سوف نتعلمه في هذا الدرس تمهيد يمكنك حساب مساحة المثلث باستعمال طول قاعدته وارتفائه قاعدة المثلث يمكن أن تكون أي ضل من أضلاء المثلث الارتفاع هو البعد العمودي بين الرأس والمستقيم الذي يحتوي القاعدة المقابلة له مساحة المثلث التعبير اللفظي مساحة المثلث ميم تساوي نصف ناتج ضرب طول القاعدة في الارتفاع لدينا النموذج القاعدة برمز قاف والارتفاع برمز عين الرموز مساحة المثلث ميم تساوي نصف ضرب القاعدة قاف ضرب الارتفاع عين المثال الأول احسب مساحة المثلث المجاور لدينا في المثلث طول القاعدة عشرة أمتار والارتفاع ستة أمتار ونصف الخطوة الأولى بكتابة قانون مساحة المثلث ميم تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع بتعويض القاعدة بعشرة والارتفاع بستة ونصف إذا نصف ضرب عشرة ضرب ستة ونصف نصف ضرب عشرة تساوي خمسة خمسة ضرب ستة ونصف إذن الناتج يساوي اثنان وثلاثون ونصف إذن مساحة المثلث تساوي اثنان وثلاثون ونصف متر مربع المثال التالي احسب مساحة المثلث المجاور قاعدة المثلث أربعة عشرة مترا والارتفاع أحد عشرة متر بكتابة القانون لحساب مساحة المثلث ميم تساوي نصف ضرب قاف ضرب عين بتعويض قاف بطول القاعدة أربعة عشر وعين بأحد عشر إذن نصف ضرب أربعة عشر ضرب أحد عشر نصف ضرب أربعة عشر ويساوي سبعة سبعة ضرب أحد عشر ناتج ذلك يساوي سبعة وسبعون أي أن مساحة المثلث تساوي سبعة وسبعون متر مربع المثال التالي احسب مساحة المثلث المجاور قاعدة المثلث سبعة سنتيمترات ونصف ارتفاع المثلث ثمانية سنتيمترات ما هي الخطوة الأولى لحساب مساحة المثلث أحسنت كتابة قانون مساحة المثلث إذن ميم تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع تعويض القاعدة بسبعة ونصف والارتفاع بثمانية إذن نصف ضرب سبعة ونصف ضرب ثمانية بما أن الضرب إبدالي بالإمكان ضرب نصف في ثمانية وتساوي أربعة أربعة ضرب سبعة ونصف وناتج ذلك يساوي ثلاثون إذن مساحة المثلث تساوي ثلاثون سنتيمتر مربع مسألة جغرافيا منطقة جازان في المملكة العربية السعودية مثلثة الشكل تقريبا كما في الشكل المجاور احسب المساحة التقريبية لها لاحظ شكل منطقة جازان مثلثة الشكل تقريبا القاعدة للمثلث مئة وخمسة وسبعون كيلومتر الارتفاع مئة وخمسة عشرة كيلومتر لحساب مساحة المنطقة بكتابة القانون أولا لحساب مساحة المثلث إذن ميم تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع تعويض القاعدة بكم يا أبطال أحسنتم مئة وخمسة وسبعون والارتفاع مئة وخمسة عشر إذن نصف ضرب مئة وخمسة وسبعون ضرب مئة وخمسة عشر نصف ضرب مئة وخمسة وسبعون ناتج ذلك يساوي سبعة وثمانون ونصف سبعة وثمانون ونصف ضرب مئة وخمسة عشر وتساوي عشرة آلاف وثلاثة وستون أي أن المساحة التقريبية للمنطقة تساوي عشرة آلاف وثلاثة وستون كيلو متر مربع تقويم احسب مساحة المثلث المجاور قاعدة المثلث 4 سنتيمترات الارتفاع 3 سنتيمترات فاصل ابدأ الحل بكتابة قانون المثلث مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع بتعويض القاعدة بكم يا أبطال أحسنت بأربعة والارتفاع بثلاثة إذن نصف ضرب أربعة ضرب ثلاثة نصف ضرب أربعة تساوي اثنان اثنان ضرب ثلاثة تساوي ستة إذن مساحة المثلث تساوي ستة سنتيمترات مربعة تقويم التالي احسب مساحة المثلث المجاور قاعدة المثلث إثنى عشر متر وثمانية من عشرة ارتفاع المثلث ستة عشر متر ونصف ما هي الخطوة الأولى لحساب مساحة المثلث بارك الله فيكم كتابة القانون لمساحة المثلث إذن مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة اثنى عشر وثمانية من عشرة ضرب الارتفاع ستة عشر ونصف إذن نصف ضرب اثنى عشر وثمانية من عشرة ضرب ستة عشر ونصف نصف ضرب اثنى عشر وثمانية من عشرة وتساوي ستة وأربعة من عشرة ستة وأربعة من عشرة ضرب 16.5 تساوي 105.6 أي أن مساحة المثلث تساوي 105.6 متر مربع تقويم إشارات المرور قدر مساحة اللافتة المجاورة فاصل ابدأ الحل لاحظ أن قاعدة اللافتة 30 سنتيمتر وارتفاع اللافتة 36 سنتيمتر الخطوة الأولى بكتابة القانون مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة للمثلث ضرب الارتفاع قاعدة اللافتة أو المثلث 30 الارتفاع 36 إذن بالتعويض نصف ضرب 30 ضرب 36 نصف ضرب 30 كم تساوي يا أبطال؟ أحسنتم 15 15 خمسة عشر ضرب 36 وتساوي 540 أي أن مساحة اللافتة تساوي 540 سنتيمتر مربع تقويم احسب مساحة المثلث احسب مساحة المثلث المجاور نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة بتسعة وستة من عشرة الارتفاع بثمانية إذن نصف ضرب تسعة وستة من عشرة ضرب ثمانية بما أن الضرب إبدالي نصف ضرب ثمانية تساوي أربعة أربعة ضرب تسعة وستة من عشرة تساوي ثمانية وثلاثون وأربعة من عشرة أي أن مساحة المثلث تساوي ثمانية وثلاثون وأربعة من عشرة مليمتر مربع تقويم اختر الإجابة الصحيحة مساحة المثلث سين صاد عين تساوي أربعة وعشرون سنتيمتر مربع أم إثنى عشر سنتيمتر مربع أم عشرة سنتيمترات مربع أم ستة سنتيمترات مربع بملاحظة المثلث سين صاد عين القاعدة فيه ستة سنتيمترات والارتفاع أربعة سنتيمترات قانون مساحة المثلث ميم تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع قاعدة المثلث ستة الارتفاع أربعة إذن بالتعويض نصف ضرب ستة ضرب أربعة نصف ضرب ستة كم يساوي أبطال ممتاز ثلاثة ثلاثة ضرب أربعة إذن نعم اثنى عشر إذن الاختيار الثاني هو الاختيار الصحيح السؤال التالي مساحة المثلث المجاور تساوي خمسون سنتيمتر مربع ستة وثلاثون سنتيمتر مربع ثمانية وعشرون سنتيمتر مربع أربعة عشر سنتيمتر مربع لاحظ أن قاعدة المثلث ثمانية سنتيمترات والارتفاع سبعة سنتيمترات ما هو قانون مساحة المثلث؟ أحسنتم مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة للمثلث ضرب الارتفاع القاعدة بثمانية الارتفاع بسبعة إذن نصف ضرب ثمانية ضرب سبعة نصف ضرب ثمانية كم تساوي؟ صحيح أربعة أربعة ضرب سبعة ممتاز إذن الاختيار الثالث هو الاختيار الصحيح وهو ثمانية وعشرون سنتيمتر مربع تعلمنا اليوم مساحة المثلث وكيفية حساب مساحة المثلث باستخدام قانون مساحة المثلث وهو ميم أي مساحة المثلث تساوي نصف قاعدة المثلث في الارتفاع للمثلث شاكر ومقدر لكم متابعتكم متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله